قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سوميناثان إن معظم لقاحات كوفيد-19 فعالة وخاصة لمنع حدوث الأعراض الحرجة لكن اللقاح ليس فعالة بنسبة 100% وقد يبقى خطر الإصابة بعد التطعيم حيث يجب اتخاذ تدابير لقائية أخرى في نفس الوقت يمكن أن تقلل جميع اللقاحات تقريبا من دخول المستشفى والوفيات لكن لقاح كوفيد-19 ليس فعالا بنسبة 100% ووفقا للبيانات في مختلف البلدان يمكن أن يمنع تطعيم 70% إلى 80% من العدوى وقال تدرس أن الوباء تسبب بوفاة أكثر من 3.3 مليون شخص في العالم وفي العام الثاني لانتشاره تجاوزت درجة فتكه بكثير مقارنة بالسنة الأولى وقال أن منظمة الصحة العالمية أرسلت الألاف من مولدات الأكسجين وخيام المستشفيات المتنقلة والكمامات وغيرها من الإمدادات الطبية للهند لكن الوباء هناك لا يزال مقلقا بينما تتصاعد حدة الوباء في نيبال وسيرلانكا وفيتنام وكمبوديا وتايلاند ومصر ولا تزال هناك حالات كثيرة في بعض الدول الأمريكية حيث وقعت حوالي 40% من الوفيات الوباء في العالم هناك الأسبوع الماضي